قبل ما تقوم بعمل طقم الأسنان المتحرك المطاطي المارن السيليكون أو الفالبلاست أو الفلكسبل أو الفلكسيبل أو الفلكس لابد أنك تبقى عارف أن له عيوب كتيرة جداً عيوب خطيرة لذلك أنا باعتبره طقم أسنان فاشل أو طقم أسنان غير ناجح وله مشاكل وعيوب كتير بتظهر مع المريض وللأسف بتخلي المريض يعمل طقم أسنان جديد بتكلفة إضافية النهاردة هنتكلم على طقم الأسنان المطاطي المارن السيليكون وعيوبه الكتير جداً وفي نفس الوقت هقول لكم برضو البديل الجيد اللي تقدروا تعملوه ويكون بيتغلب على كل مشاكل طقم الأسنان السيليكون طبعاً الناس كتير بتقبل على عمل طقم الأسنان السيليكون لأنه طبعاً بيبقى فيه درجة مرونة ودرجة المرونة ديت بتمتص صدمات المضغ بتقلل شوية من دمور اللاثة وتآكل عظام الفك ودي برضو حاجة مهمة في نفس الوقت قابليته للكسر أقل شوية من طقم الرزين التقليدي طبعاً هو ممكن لو أخد صدمة قوية أكيد هيتكسر ولكن إحنا بنقول إن قابليته للكسر ربما تكون أقل شوية طيب دي المميزات اللي إحنا عارفينها طيب طقم الأسنان بقى السيليكون ليه عيوب كتير جداً أنا بعتبره طقم فاشل زي ما قلت لكم أولاً الطقم السيليكون التقليدي العادي القديم اللي أغلبكم بيعملوه للأسف لا يقبل الإضافة يعني إيه؟ يعني لو أنا عامل طقم أسنان جزئي بمشابك وجيت خلعة الأسنان المجاورة الطبيب يقول لك الإضافة مقدرش أضفها لك على التركيبة وهتضطر تعمل تركيبة جديدة بتكلفة إضافية لأن طقم الأسنان المطاطي المارين السيليكون صعب يقبل الإضافة ومش أي معامل تقدر تضيف كمان طقم الأسنان المطاطي المارين السيليكون لا يقبل الإصلاح يعني أغلب المعامل تقول لك أنا ما بعرفش أصلح طقم السيليكون ولو صلحته للأسف بيرجع يتكسر تاني من نفس المكان وغالباً بيكون الإصلاح أو اللحام بتاعه فاشل طقم الأسنان السيليكون للأسف لا يقبل الطبتين أو لا يقبل الريلاينج أو البطانة يعني إيه؟ يعني لو طقم الأسنان دوة توسع نتيجة لتأكل في عظام الفك ودوارد طبعاً لأنه مهما حافظ على عظام الفك برضو بيحصل تأكل في عظام الفك طالما خلعت أسناني طبيعية وما حطتش زرعات فمع تأكل عظام الفك ودمور اللسن نلاقي طقم الأسنان وسع نيجي نحط بطانة نلاقي إن البطانة فشلة وما بتمسكش في الطقم أو المعمل بيقولك أصلاً أنا مقدرش أحط له بطانة أو لا يقبل البطانة وندطر نعمل طقم أسنان جديد بتكلفة إضافية طقم الأسنان السيليكون برضو فيه عيب قوي جداً إن فيه نسبة نيلون والنيلون دوت فيه بعض الناس بيبقى عندها حساسية من النيلون أو بتبقى سانسيبل شوية فبيبتجي يحصل تهايج في الغشاء المخطي للفم تورم الشفايف تورم اللسان تورم في الوجه حكة احمرار ارتفاع في درجة الحرارة يعني بتبقى أعراض حساسية كبيرة بسبب وجود النيلون اللي فيه بعض الناس عندهم حساسية منه كمان وجود النيلون أو درجة المططية اللي موجودة فيه الطقم بتخلي الطقم يلتقط الصبغات والرائحة من الفم فبالتالي بعد فترة قصيرة نلاقي طقم الأسنان لونه اتغير تصبغات شديدة جداً سريعة رغم إنك ممكن تكون بتهتم بنظافته وكمان لقط رائحة كريهة ونلاقي رائحة الطقم بدأت تبقى كريهة ويخلي رائحة الفم برضو كريهة ونلاقي الطقم بقى لون وحش ورحته مش حلوة وفي نفس الوقت تحول إلى بقرة بكتيرية موجودة في الفم بتوذع بكتيريا على جميع أنحاء الجسم وبتنزل في المعدة وتسبب لي مشاكل كل دوت بيخلي طقم الأسنان المطاطي المارين السيليكون عمره الافتراضي قليل يعني إحنا دايماً نقول إن عمره الافتراضي كماكسمم يعني أقصى حاجة خمس سنين إن ما كانش قبل كده كمان نحتاج نغير طقم الأسنان المطاطي المارين السيليكون حتى لو أنا مش شايف فيه شروخ وكسور وخدوش واضحة ولكن الطقم نفسه بيبقى خلاص لونه تغير وشكله تغير ورائحته تغيرت وبنفضل إن إحنا نغيره قبل الخمس سنين طيب يا دكتور هو طقم الأسنان المطاطي المارين كده طقم سيء الحقيقة إن الطقم المطاطي المارين السيليكون التقليدي العادي الأديم يعتبر طقم بن وجهة نظري أنا كطبيب آه طقم فاشل وسيء ويحتاج لمريض عنده إمكانيات مادية إن كل شوية يغير طقم الأسنان يعني كل سنتين تلاتة يغير الطقم لو إنت هتقدر تعمل كده خلاص يبقى طقم الأسنان المطاطي المارين بالنسبة لك كويس لكن لو إنت مش كل شوية تقدر تغير طقم الأسنان من حيث الزيارات لطبيب الأسنان والتفرغ والوقت والفلوس يبقى الأفضل إنك تتجه إلى أطقم الأسنان البديلة طب إيه هي أطقم الأسنان بقى البديلة؟ هي اللي بنسميها طقم الأسنان المطاطي المارين الحديث المتطور متطور وحديث فطبعا عملناه علشان نتغلب على كل مشاكل طقم الأسنان المطاطي المارين السيليكون التقليد يعني الطقم المطاطي المارين الحديث يقبل الإضافة يعني إيه؟ يعني لو أنا عملت تركيبة جزئية وخلعت الأسنان المجاورة بكل بساطة وبكل سهولة بروح للطبيب بيعمل لي إضافة للأسنان اللي أنا خلعتها على التركيبة بتاعتي وما تكلفش تكلفة إضافية في عمل طقم أسنان جديد الميزة التانية إنه بيقبل الطبتين لو حصل إن طقم الأسنان بتاعي وسع نتيجة لتأكل في عظام الفك ودمور اللسة أقدر أروح للطبيب يعمل لي بطانة أو ري لاينينج أو طبتين لطقم الأسنان ويديق لطقم الأسنان بتاعي اللي أنا موجود معايا من غير معمل طقم أسنان جديد بتكلفة إضافية يعني كمان ميزة تانية إن طقم الأسنان دوت لو اتكسر يقبل الإصلاح لو اتكسر أو اتشرخ بروح لطبيب الأسنان يقدر يصلح لطقم الأسنان والإصلاح بيكون ناجح وبسيط وسهل ومتوفر كمان طقم الأسنان الجديد ما بيحتويش على النيلون ما بيكونش فيه نسب نيلون ولكن بيعتمد على الثيرمو بلاستيك ماتيريال دي لا تلتقط الصبغات لا تلتقط الروائح الكريهة ما بتكونش بي أخصبه قوي لنمو البكتيريا ده لو أنا مهتم بالنظافة فبالتالي بيخلي عمره الافتراضي أطول أطول من خمس سنين لو أنا الطقم ما فيهوش مشاكل ممكن يعيش معايا أكتر من خمس سنين ومحتاجش إن كل شوية أعمل طقم أسنان جديد فبالتالي هيوفر لي في الوقت وفي جلسات طبيب الأسنان وفي المجمود وفي الفلوس أو في الماديات طيب بالنسبة للأسامي أو أسامي طقم الأسنان المطاطي المرن الحديث عندنا السانفليكس عندنا الجيورفليكس عندنا التي سي اس أو التي سي اس عندنا الاستيريت ولازم وأنا بطلب الطقم الحديث أتأكد برضو من طبيب الأسنان يا دكتور هل طقم الأسنان دوت من الأنواع الحديثة التي تقبل الإصلاح والإضافة والطبطين وفي نفس الوقت لا تلتقط الصبغات والرائحة وفي نفس الوقت عمرها الافتراضي طويل لو أنا تأكدت من طبيب الأسنان خلاص ببتجي أعمل طقم الأسنان المطاطي المرن الحديث لأن في ناس قالتلي يا دكتور لأنا عملت الاستيليت وما طلعش من الحديث عشان كده دايما بقول لكم اتأكدوا من طبيب الأسنان إنه طقم الأسنان الحديث طيب يا دكتور هل الأطقم دي متوفرة في مصر والخليج ودول المغرب العربي؟ الحقيقة إن الصنفليكس والجورافليكس ربما يكونوا متوفرين أكتر في أمريكا وكاندا وأستراليا وبعض الدول الأوروبية وبعض الدول الخليجية لكن لو هنتكلم على مصر ودول المغرب العربي فطقم التي سي اس أو التي سي اس وطقم الستيليت هم الأكثر شهرة في مصر ودول المغرب العربي ودول الخليج العربي وزي ما قلت لكم نتأكد من الطبيب إنه طقم الأسنان المطاطي المرن الحديث دايما بتسألوني على الأسعار طبعا الأسعار بتختلف من دولة لأخرى ومن طبيب لآخر كل طبيب له كامل الحرية في وضع الأسعار اللي هو تناسبه أو المناسبة لي كمان بتختلف على حسب حجم التركيبة ونوع طقم الأسنان المطاطي المرن أتمنى تكونوا استفدتم من حلقة النهاردة أي سؤال أو استشارة طبية اكتبوها لي في التعليقات برد عليكم بنفسي كانت معكم دكتورة إيريني أبادير من قناة دكتورة إيريني أبادير للاستشارة